أهلا وسهلا بكم ببدويترايدز مخاطر تصفية الثاني أكبر حامل للبيتكون عم ترعب السوق وهذا الشيء خلينا ننزل لل 15 ألف مرة تانية وشكلنا لحن نكفي نزول أكبر نصاب بالتاريخ سامبانك من فرايد عم بيكذب علينا وعم بيكمل كذبه واليوم لحن نحكي ليه أهم أحد السوق كل هالأمور وأكتر لحن نحكي عنا اليوم مثل مع واتكن أنا يوميا بنقلكون آخر أخبار للكريبتو اشتركوا في القناة وخلينا نبدأ أول شي الأسواء هبطت تحت ال 15 وشكلنا هلأ لحن نرجع نهبط تحت ال 15 نحن نحكي فيه مخاوف كتير كبير مبارح حملت تويت على بدوي أندرسكور تريدز اللي حقوني هناك على تويتر بتقول وسيئة للمحكمة أنه FTX أكبر من عندها 3.1 مليار دولار مدين من العالم 3.1 مليار دولار يعني عندنا كتير شركات هو بس لخمسين شركة وعندنا كتير شركات غيرهم مدين منهم بس لخمسين شركة لحن نشوف كاسكايد كتير من الشركات اللي ستأفلس بعدها جينيسيس هي أهمة واحدة هي اليوم بتوقيت أمريكا بدهم مليار دولار سيولة قبل ما يعلنوا أفلسهم أو يضطروا يوقفوا كل شي عندهم جينيسيس هيدا أخطر شي عندنا وكمان عملت تويت أنا مبارح لأنه في مخاطر على غريسكيلز من وراء الاختبع هي غريسكيلز أكبر حامل تاني أكبر حامل للبيتكوين بعد ساتوشي عندهم ستمية وخمسين ألف بيتكوين تقريباً غريسكيل بتقول وطلبوا من غريسكيل طالما طلبت طلب مننا أنه يفرجوا شو عندكم سيولة وأحثيات لحطروا يتروق العالم بس هالهن رفضوا لأنه من وراء الأمن الآن نعرف كلنا أنه كل البيتكوين تبعها بتحطهم بغريسكيلز يمكن مشين هيك ما فيهن يفرجوا بس ولكن هالشي عمل رائب لسوق ولكن أنا أريد أن أخبركم الخبر أنه حتى لو أريد أن تبيع غريسكيلز لننا نضطر أن تبيع كل شيء يريدون مليار دولار جينيسيز إذا أريد أن تساعدها أريد أن تبيع بقيمة مليار دولار لا أريد أن تبيع كل ما لديه ولكن أحد اسمه دوكتور بروفيت يقول شغلي قال غريسكيلز يملك 3.3% من كل البيتكوين الموجود بالسوق لونا كانت تحمل 80 ألف بيتكوين غريسكيلز يحمل 640 ألف الآن إذا غريسكيلز يضطر أن تبيع 640 ألف بحسب دوكتور بروفيت 640 ألف بيتكوين نتوقع هبوط السوق ب46% من هنا من المكان الذي هو فيه يعني هذا الشيء يودنا إلى تقريباً 9000 دولار 8900 فقط يفسر لنا كم صعب أن نصل إلى 10 ألف الآن أنا وافق بالمنطق الذي يقوله ولكن هناك شيء لا يأخذ بعين الاعتبار أنه إذا هبطت البيتكوين لهذا الأدى لـ 8900 كثير من العالم لح تحترق كثير من العالم لح تنرعب وتبيع وهذا الشيء سيعمل هبوط أكتر أكيد من هنا لكن هو عم يتحدث إذا فقط هن تضطروا يبيع 640 ألف عم يتحدث هو هكذا إذا فرشينا قدية صعبة أنه ننزل تحت 10 ألف أنا بوافقه من هذا الرحي من ناحية ننزل تحت 10 ألف بس ما في حدا يعرف مئة بالمئة المخترق طبع FTX اللي بتتذكروا من يومين طلعه المخترق عن FTX وقالوا أنه هيدا البهامس سيكوريتي الأمن بمهامس طلب من سام بانك من فري فرايد أنه طلب منه يخترق العملات واللي يحطون هندي بمحفظة باردة هلأ هيدا اللي مخترق بلش يبيع اللي كان عنده هو من أهم محاملين الإثيريوم عم يبيع كميات طائلة من الإثيريوم للبيتي سي ليجيب بيتكوين بيع كميات كتير كتير كبيرة هالشي طرح أسئلة كتير وصراحة أنه في شي مش مظبوط عم بيصير أنه مش معقول إذا كانت هي البهامة سيكوريتي الأمن البهامة أو بالدولة اللي تحولون على محفظة باردة مش مظبوطة أنه بتطري بيع اللي عم يبيعوا هلأ لياخدوا بيتكوين بيع خمسة عشر مليون إث بآخر ثلاثين وكانوا عم يعملوا هيك ورجع عشرين مليون يعني بعد عنده تقريبا شي ميتين مليون إث بيع شي أكتر من بحدود شي شي ميت مليون إث شي أدى لهبوط الإث هلأ عم يبيعون للWBTC وRENBTC هالشي بيطرح السؤال ليه عم يبيعون للRENBTC وقت تبيعوا لراب توكن للبيتكوين يعني بتكون تعملوا أنتوا أمور غريبة بتكون تعملوا شي فيهم هون البهامس وقت تلكون طلبوا من FTX إنه يعمل الهاك هيك سام باك من فرايد إيل ما بعرف بأي دولة تطلب حدا يخترق شي بس وقت يحول ملايين العملات لرين توكن أو WBTC بدوا ياخدها يعني مثل شي مثل تورنيدو كاش خلاط لحتى ما يقدر العالم تلاحقه فيها بالهيئ واللي لفت لنا نظرنا الرين بيتكوين الرين بيتكوين هيدا كانوا عم يستعملوا كتير مين على إمادة على إمادة كانوا دعمينه بشكل كتير كبير وعم يستعملوا ليجيبوا سيولي بس نفس الوقت فيه كتير برايفيسي كل هالأمور يعني بتفرجينا أنه فيه نية سيئة عندهم وشكلهم بدهم هن اللي عم يسرقوا هن عم يعملوا شي لأنه إذا الدولة مش مضطرة تعمل هالعمو فيها تحولون على بتكوين لحالة ضغرة بلا ما تفوتهم برين وتفوتهم بWBTC كلهم هالأمور مش مضطرة يعملوه هيدا ضرب تنصيب أو ضرب يخبوا شو عم يعملوهن وعلى الأرجح على الأرجح سام باك من فرايد وف تي اكس والش اللي تابعه أكبر نصاب بالتاريخ صراحة سمى اللي بدنا على آخر ماذا هالبلا أخلاق بزيادة سرق العالم ويخرب الكريبتو بس صراحة كل يوم عم بتأكد أكثر وأكثر أنه عن جد حدا تدفشه على عالم الكريبتو ليكون هالأدي سيء من ناحية ثانية الرئيس البيئة جو باينم بيعمل دعوة حاسمة لتنظيم البيتكوين والكريبتو عالميا المصدق كان فوربز هون بعد انهيار اف تي اكس بدو يعمل تنظيم أقل شيء تعمل تنظيم ما أنت كان أكبر دعمينك هو سام باك من فرايد وكل الوسائل اللي عليها عم تحميلها سام باك من فرايد وبدو يحمي راسه يمكن جو بايدن ما بعرف هلأ اللقوانين التنظيم للبيتكوين والكريبتو خاصة منصات السابتة والعملات السابتة أنا معه أنا مع هالشي لأنه بيعطي رياحها للشركات الكبيرة وريحها للمستهل الانستثمر الصغير اللي ما بيعرف شو عم يعمل بعده جديد بسوق ولكن ما لازم يقربه على التمويل اللامركزي وعلى بقية الصوفتور والتطوير غير بالنقاء من ناحية إيجابية في كتير أخبار إيجابية من ناحية تانية أنه سكارسيتي قلت أو ندارة البيتكوين عم بتصير أزبط قد لأنه 1.2 مليون بيتكوين صاروا تقريبا ضيائنية 6.3 بالمئة من كل البيتكوين يلي كانوا بقلب السوق ما بقى فيها حدا يعمل أكسس عليهم ضاعوا من ماونت جوكس من بيتكوينة من كتير عملت من كل هالمناصات اللي عم تفشل عم بيقيموا هالسيول من السوق تبع البيتكوين هالشي بيخلي العملت تصير نادرة أكتر ويتحسن على المدى البعيد أكيد بن أرمسترونج بيتبوي كريبتو أحد أكبر قنوات البيتكوين بيقول عم يسمع أنه دونالد ترامب هو اللي حيغير وقفته على البيتكوين داعم للبيتكوين إن شاء الله إذا هذا حصل سيكون كتير منيح لأنه على الأرجح دونالد ترامب والحزب سيربحوا الانتخابات بعد سنتين إذا ربحها وكان هو مع البيتكوين هذا الشيء أكيد بيسهل حياتنا بشكل كتير كبير لونة الدولة بكوريا أخذت 104 مليون دولار بقيمة 104 مليون دولار تيرا لونة من المؤسس الثاني ليس دوكوين مؤسس الثاني تبعه أشاطته إليهم وحطتهن أكيد بمحفظة بردة لحتى يشوفوا شو بدون يعملوا فيه وهذا الشيء كتير إيجابي تذير تذير بتقول أنه فتاكس والأمادة الانهيار لم يؤثر عليهم بالمرة المشاكل اللي نرى في المنصات المركزية الحل هو المضبوط هو الديفاي ديفاي هو الجواب يعني نرى منصات مثل ما يتأثروا بشيء لأنه مملكين من أشخاص عندهم أجندات ويتصرفوا بطريقة خطأ هو كود هذا جمال التمويل اللامركزي والشبكات تبعهم لا يوجد أحد يلعب فيهم لا يوجد أحد يزعبر فيهم الكود يمشي بطريقة مضبوطة لكن يجب أن يتسهل استعماله لأنه لا يسهل للشخص العادي ويجب أن نعمله دعاية بطريقة أحسن أيضاً من ناحية إيجابية ثانية هذا التشارد تفرجنا دائماً هذا الخط الأخضر هو الخط العطب من دق فيه قبل أن ننزل معقول ننزل تحته لاحظه كم مرة نزلنا تحته لكن تاريخياً يفرجنا أنه سعود هذا ديف ذا ويف ما يقول أنه يجب أن نبدأ كم سنة سعودة من هنا حسب هذا التشارد ليس فقط حسب هذا التشارد من بدأ يشتري بانتيرا اشتريت بقيمة 140 مليون دولار قمت بتويتها بتكوين كيف فسرتها؟ تنصيف البتكوين يفوت على السوق حتى كل عشو ضايق يتعطي بيطلع البلوكتة على البيتكوين يفوت ستة بيتكوين على السوق أصلاً بالنص إلى ثلاثة بيتكوين بالسوق هذا الشيء هلأ هذا الشيء يحدث كل أربع سنين يقولون بيتكوين هلأ مثل ما قلت الأسواء دائماً بس الفرق بين دائماً وأكتر الأوقات بيأثر فيه بـ 180 مليار دولار حتى لو الأسواء ما أحد أعرف ما يصبح فيها العالم فيها تعمل المصارف فيها بعد على مدى الأيام على مدى السنين كان دائماً يتوقع بده يجارب يلاقي القاع ما حداً في يلاقي القاع القاع عادةً القاع البتكوين يبدأ 1.3 سنين قبل البتكوين ويضاين 1.3 سنين بعد البتكوين ليصل إلى القمة هذا المرحلة تأخذ 2.6 سنوات يعني نحنا هون قربنا كثير كثير على القاع وأنا مبسوط إذا بدأت أشتري من هون فانتيرا أحد أهم الأموال أهم الشركات اللي بتقايم بالبتكوين قالت على صية المثالة أنه هن بيقايملوا البتكوين وقربنا كثير على القاع ولحن بلش نطلع مش بس هن بيقولوا كثير من المحللين بيقولوا أحدهم جاريس سولوي عملت مقابلة معهم مؤخراً وهلأ سنعامل بقابلة جمعة الجيم مع كوتش كاي أحد أهم المحللين بيعمل تشارتينج وبيخبرنا وين هو سيفوت وين كل هالأمور سأسأله عن كذا عملة جمعة الجيم لحعمل مقابلة الوقت صعب بعرف ولكن هذا وقته هو لح تكون مباشرة يلي بيقدر يجتمع فينا يتابعنا يتابعنا يلي ما بيقدر يلحقنا على بوقت آخر كمان لحعمل فيديو تاني لكثير عالم سألوني عن التعدين ومكانات التعدين مع الشركة مؤسس الشركة اللي أنا عم عدم معها بإستراليا بيخبرنا كل التفاصيل عم يعملوا كثير إشي حلوة حكيت معهم اليوم وقدرت جيب ديسكاونت أو خاصم للمجتمع هذا كل شي أنا عندي إلى اليوم إذا انبسطتوا بالفيديو أتمنى من لايكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل وأنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبديت جديد ترجمة نانسي قنقر